نتعرف على تفاصيل أكتر على الهاتف معنا الأستاذة الشيرين عبد الرحمن مدير عام الثقافة بمحافظة الإسماعيلية صباح الخير عليك يا فندم و أهلا بيك صباح الخير يا فندم صباح الخير عليك و على كل المشاهدين نحيب نتعرف منك أبرز الفعاليات أبرز الفرق الأجنبية اللي جاية مهرجان الإسماعيلية الدولي هتقدم في الكلور اسمه إيه و يعني لو حد عايز يشوف أو يتفرج عليه يروح فين تحديد في معانا من الدول الأجنبية طبعا المكسيك والهند و رومانيا وسيرلانكا و فلسطين و ماليزي تقريبا مش متذكرة ومكس في دول يعني طبعا إحنا دفليم بارح كان في محمد علي والنهاردة اللي فتاحها يبقى على مصر حاصل الثقافة بعد كده فيه أربع مسارح جوى داخل محافظة إسماعيلية يعني كمركز مدينة يعني فيه مصلحين كمان واحد في الأمطرة واحد في الأصصين تلاتة كمان فيه فايد إسماعيلية فيه في حديقة الشيخ زايد فيه في نادي الأسرة فيه في نادي الفيروت فيه في نادي الدنبا أربع مسارح جوى مركز المدينة طيب لأول مرة بتشارك فرقة زي فرقة القلوب أو القلوب البيضاء دي فرقة لدويل همم أخذ أعلى سوكسين بارح في الدبلي حكي لنا بقى يعني أنا عايزة عارف منك الأول إيه رسائل اللي بتحملها العرض بتاعهم وحكي لنا عن مشاركتهم طبعا معاني سيدة رئيس الجمهورية عبياليهم رعاية خاصة وإحنا أصلا شغليننا عن ملس دوات من فترة طويلة فكنا حرصين إن هما يدخلوا معانا في مشاركين في المهرجون وكان فعلا يعني كان ليهم طبع جميل جدا وعملوا يعني أنا أنا كنت شايفة إن هما من الفرق اللي خدت سوكسي علي قوي 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 هما يعني كان أكتر فرقة العرض اللي قدموه هما عمروا شوية حاجات في الكرورية كلها من التراث المصري ما أخذوش شكل إسماعيلية لا هما هي فرقة دي من إسماعيلية أصلا بل لكن هي أخذت من التراث على شكل السعيد يعني شكل الفلاحين على شكل الإسماعيلية يعني أخذوا أشكال مختلفة ورقصات مختلفة على المطار الجمهورية يعني طب بالنسبة للفرق المحلية المصرية عندنا كم نوع من أنواع الفلكلور هيتقدم خلال فقرات المهرجون؟ عندنا تسع فرق كل فرقالية طبع مختلفة عندنا الأسر عندنا أصوان عندنا ملوي عندنا ملسا مطروح عندنا إسماعيلية عندنا حرية سكندرية عندنا والله أنا حابب بس أتقدميلي حيقدموا إيه يعني إسماعيلية أكيد حيقدموا السمسمية عندنا كذا واحدة من السعيد كل واحدة من السعيد مختلفة لها طبع الملية اللف والشكل بتاع البحري إسماعيلية طبعا معروفة سنسمية ملوي طبعا سوهاج معروفة رأسة العصية ملوي لها برضو طبع خاص أصوان طبعا ليهم طبع تاني خالص أنه بيه بالشكل اللي الناس كلها عارفاه فكل إحنا عندنا تعدد في الثقافات جوة جوة قومية المصرية هناك ثقافات مختلفة طيب إيه يعني إيه العروض المبهرة الدولة تانية قدمتها؟ طبعا فلسطين طبعا فلسطين إحنا كلنا بنبقى شغفين وبنحب الأداء بتحهم الحب الأغنية طبعا فلسطين دي دولة جوانا كلنا كانت أقدس فيها عالي جدا طبعا مكسيك كانت عملت حاجة لطيطة الهند عملوا عرض حلو قوي سلانك عملت عرض حلو يعني هو كان برح كان الدفلي كان كويس قوي قوي يعني إن شاء الله اللي فتح يبقى أحس شكرك أستاذ الشرين عبد الرحمن مدير عام فرع الثقافة بالأسماعيلية شكرا لك يا فاند